دشنا وزير التخطيط والتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات دكتور واعد باذيب اليوم بالعاصمة لمؤقتة عدن دشنا برنامج كورسير العالمية لتأهيل خمسة آلاف شاب وشابة على أحدث البرامج والدورات المهنية لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل فضلا عن بناء قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة الراغبين في تنمية قدراته المهنية وعقب المهنية وعقب التدشين أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن برنامج كورسير عبارة عن منصة تعلم رائدة عالميا تتيح العديد من الكورسات والمساقات التعليمية أولاين مصممة جميعها بطريقة احترافية ومقدمة من أرقى الجامعات والمنظمات الدولية في مختلف المجالات موضحا بأن البرنامج يستهدف تطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المهنية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل من خريج الثانوية والمعاهد الفنية والمهنية والجامعات وكذا العاملين في الجهاز الإداري للدولة ولفت الوزير باذيب إلى أن الأسكوا تعاقدت مع البرنامج لتقديم حزمة متنوعة من الكورسات والبرامج المهنية للدول الأعضاء ومنها اليمن وهي برامج مهنية ومجانية بما فيها منح الشهادات للمخارطين في هذا البرامج المهنية وبيّن القائم بأعمال وزير الاتصالات وتغنية المعلومات بأن التسجيل والتقديم للراقبين الانخراط بالبرنامج الالتزام بشروط التسجيل والبيانات عبر نقاط الاتصال المحددة في الروابط أدناه خلال الفترة من 1 حتى 15 من أكتوبر الشهر الجاري